السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الاعدادي إن شاء الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب بيبيت كتاب المعاصر فيديوهات موجودة على القناة بإذن الله نحض مع بعض الوقت الأضواء تستخطبار كتاب الأضواء على الوحدة التمنى من كتاب جيم بداية من صفحة 7 والثمانين وأول سؤال معي خاص بليسنينج السؤال الأول معي خاص بيه الاستماع بيقولي هنا listen استمع أنشز واختر the correct answer الإجابة الصحيحة بيجيب لي نص باستمع لهذا نص جيدا وبعد كده ببدأ إن أنا أجاوب على الأربع أسئلة اختيارات listen to me اسمعوني كده النص بتاعنا بيقول إيه النص بتاعنا بيقول svenge is a kind of cake svenge ده نوع من الكيكة from Morocco من دولة المغرب it has lots of sugar and fat بيحتوي على كتير من السكر والدهون أنت بداخله and it is very sweet وكمان هو بيكون حلو جدا so لذلك it is not very healthy لذلك هو بيكون غير صحي جدا يعني بيحتوي على سكريات وكمان على دهون بنسبة عليها أول سؤال بيقول لي where is sphing found where يعني أين found يعني وجده أين وجده موجود فين طبعا موجود in Morocco in Morocco في دولة الإيه في دولة المغرب رقم اتنين what does sphing have بيحتوي على إيه sweet حلوة fat الدهن sugar sugar both B and C يعني كل من B و C يعني كل من فات فيه دهن وفيه سكر طبعا بيحتوي على كل من B و C رقم ثلاثة how is sphing يعني كيف يكون يعني بيكون إزاي أو طعمه إيه طعمه سويت حلو juicy عصير spicy متبل salty مالح طبعا طعمه sweet طعمه إيه طعمه حلو رقم أربعة بيقول لي إيه is sphing healthy هل sphing الواجبة دي بتكون healthy بتكون healthy يعني صحية هنقول هنا yes ولا no ولا maybe ربما ولا أيضا أنا لا أعرف طبعا هنقول هنا no لا هي طبعا ما بتكون شي صحية جايبلي بعد كده الجزء الخاص بي الحوار بيقول لي إيه complete أكمل the following الحوار التالي Adam is going home Adam زاهب كده ليه المنزل but يوسف tells him ويوسف هنا tells يعني يخبر بينما يعني يوسف كده بيخبره to have lunch إن هما يتناولوا وجبة إيه lunch يتناولوا وجبة الغداء together سويا يعني مع بعض كده يأكلوا وجبة الغداء add the new restaurant بيكترح يعني عليه كده إن هما يأكلوا وجبة الغداء في المطعم إيه نيو المطعم الجديد هنا يوسف بيقول إيه where are you going after work يعني إلى أين ستذهب بعد إيه بعد العمل بيقولوا أنت هتروح فين بعد الشغل هنا قالوا حاجة طبعا إحنا عارفين من الأول هنا أنه هو رايح للبيت يبقى هنا إيه يبقى هنا يعني هنا السؤال بتاع إيه في الزمن مضارع مستمر إجابتي بتكون في نفس الزمن يبقى أنا زاهب إلى البيت أعرفت منين أعرفت هنا من أول سطر بيقول لي فهنا آدم هيقوله إيه يبقى هتبقى يوتحول إلى وآي بتاخد معها في المضارع المستمر وبعدها الفرب آي إن جي يبقى آي آم جوينج هوم أنا زاهب إلى هوم زاهب إلى الإيه زاهب إلى البيت بعد كده عندنا هنا يوسف بيسأل سؤال أدهم قال له جريت رائع where could we go to have lunch together يعني إيه يعني أين نقدر أو نحن نستطيع أن نذهب لتناول وجبة الغداء سوياً هنتناول وجبة الغداء سوياً مع بعض يعني فين طبعاً برضو من أول سطر ده عرفنا أنه هو أيل له هنا أو بيخبروا أنهما هيتناولوها في نيو ريسترو في المطعم الجديد يبقى هنا هيقوله هنا إيه هيقوله هنا في الأول خالص هيقوله إيه ليه إحنا ما نتناول شوك بتلغداء بيكترح بقى عايزين كده اكتراح في الصيغة السوقية يعني هنقول إيه هنقول يعني لماذا لا يعني لماذا لا نتناول لانش لماذا لا نتناول وجبة لانش واجبة الغداء تجذر ليه إحنا ما نقولش وجبة الغداء تجذر مع بعض سوياً اكتراح كده يعني في الصيغة إيه سؤال why don't we لماذا لا have lunch لتناول الغداء تجذر فإنا بيقوله رائع أين نستطيع أن نذهب لتناول وجبة الغداء تجذر سوياً نقدر نروح فين بقى هنا يوسف رد عليه طبعاً إحنا عارفنا هنا إنه قال له في المطعم الجديد ممكن إحنا نتناول الوجبة دي في المطعم الجديد يبقى هنقول هنا إيه we اللي هو الفعل بتاعي we could يعني نستطيع بعد كده بقى الفعل بتاع في المصدر go نحن نستطيع go to أن نذهب إلى إيه the new restaurant نذهب إلى المطعم الجديد go to that يبقى عارفنا كده إن أول سطر ده بيكون مهم جداً ممكن إحنا ناخد منه نقطة أو أكتر من نقطة في المحادسة ممكن إن إحنا أو نقدر نروح لإيه نقدر إن إحنا نروح المطعم الجديد يوسف بيسأل أدم قال له أيضاً like fish لأنا ما بحبش السمك يبقى هنا هيقوله إيه هيقوله هنا ماذا عن تناول السمك مثلاً يبقى how about having fish ماذا عن تناول السمك how about أو what about للإكتراح وبيجي لبعدها verb ing يبقى what about يعني ماذا عن having fish ماذا عن إيه تناول السمك رد أدم وقال I don't like fish لأنا ما بحبش إيه السمك يوسف قال له we could have fried chicken يعني إحنا ممكن إن إحنا ناكل أو نتناول الدجاج إيه fried يعني مقلي فهنا أدم قال له حاجة وقال له I like fried chicken آه أنا بحب الدجاج المقلي يبقى هنا هيقوله إيه عجبته الفكرة هيقوله إيه that's a good idea أو مثلا it's a good idea هنقولها إيه هنقول إيه it's a god idea إنها إيه good idea يعني إنها فكرة رائعة بعد كده هنا جايب لنا صفحة 88 reading comprehension قرأة القطع بيجيب لك طعا بنقرأها وبنفهمها مع بعض وبعد كده بنبدأ إن إحنا نجاوب على الإسئلة الموجودة تحتها بيقوله هنا in every country في كل بلد أو في كل دولة there are always some snack foods يوجد بعض من الأطعمة الخفيفة ليه الوجبات الخفيفة يعني for example على سبيل المثال فلافل is very popular in Egypt الفلافل الطعمية بتكون مشهورة ومحبوبة جدا في مصر it's made from الفلافل دي بتكون مصنوعة من a mixture of beans يعني خليط كده من الفول fresh vegetables الخضروات الطازجة and spices وكمان التوابل it's really delicious جلزة جدا المروكو راح بقى دولة تانية وبيكمل في دولة المغرب سفنج as usually made by street food sellers يعني عايز يقولي هنا سفنج عادة بيتم صنعه بواسط بائعي الطعام المتجولين it has lots of fat بتحتوى على كتير من الدهون and sugar وي السكر and it is crispy كمان بتكون مقرمشة samusa is popular in India جاب لي هنا واجبة خفيفة تانية كده في الهند it is a snack with spicy vegetables بتكون واجبة خفيفة كده فيها خضروات spicy خضروات يعني متبلة rojack is a malaysia spicy fruit صلط صلطة فواكه متبلة في ماليزيا with a mixture of مع خليط من flowers unlike any other يعني بعض النكهات كده الغير ايه الغير متشابها يعني مفيش حاجة زيها مفيش حاجة شبهها unlike يعني ما نلاقش زيها كده النكهات او الطعم بتاعها it is spicy sweet salty soft and crispy بنلاقها مقرمشة ونعمة ومالحة وطعمها حلوة ومتبل طبعا قد هنا بيقصد بها مين بيقصد بها رجاك اللي هي موجودة في ماليزيا what makes the fruit salad wonderful ايه بقى اللي بيخلي صلطة الفوكي دي بتكون ايه wonderful بتكون wonderful يعني رائعة is the sweet and spicy sauce السوس اللي هو spicy متبل وكمان طعم حلب ده اللي بيخلي طعمها رائع finally في النهاية we must try them المفروض ان احنا او يجب علينا ان احنا نجربهم all يعني كلهم كل الواجبات دي المفروض نجربها they are all delicious كلهم كل الواجبات اللي واذكرها دي طعمها لذيذ بيقولي هنا اول سؤال what is the main idea of the passage ايه هي main idea ايه هي الفكرة الرئيسية او الفكرة الاساسية ليه البسج ليه القطعة اللي موجودة عندنا تمام ممكن طبعا نقول snack foods اللي هي الاطعمة الخفيفة snack بتكلمنا عن snack foods اللي هي الاطعمة الايه الاطعمة الخفيفة وقبل كده مثال كده موجود في كل بلد رقم اتنين where does project come from رجاج ده موجود فين طبعا او جاي منين طبعا احنا عرفنا من دولة ايه ماليزيا from ماليزيا from ماليزيا رقم ثلاثة which of these snacks اي من هذه snacks الوجبات الخفيفة what do you like to try تحب انت تتجربها why وتقول ايه السبب جاب لنا كذا وجبة هنا فاحنا يا ترى نحب نجرب ايه ولازم تقول السبب كده السؤال بتاعي مقصوم لجزئين لازم اجاوب على الجزئين اي واحدة من دول احب ان انا اجربها وفي نفس الوقت لازم ان انا اقول السبب اللي خلاني اختار الوجبة دي بالزاد هنقول طبعا ايه ممكن نختار هنا سفنج واجبة الايه سفنج ليه ممكن نكمل بقى ونقول بيكوز لانه لانه هي بتحتوي على ايه بيكوز لانه مسلا او ممكن اقول لبحب الطعام الحلو اي لايك سويت فود انا بحب الطعام الحلو اي انا لايك يعني احب سويت فود انا بحب الطعام الحلو بعد كده عندنا هنا سؤال خاص بالاختيارات بيقول هنا سفنج اس بوبولار ان سفنج بيكون بوبولار يعني مشهور يعني او محبوب يعني شعبي كده ومحبوب فين في دولة ايه يعني طبعا في موروكو في دولة الايه في دولة المغرب رقم خمسة بيقول هنا ساموسة الساموسة دي بتكون ايه سناك يعني الوجبة الخفيفة بتكون واجبة خفيفة بخضروات ايه الخضروات اللي فيها بقى ايه سبايسي متبالة سويت حلوة اجلي قويحة بات سيئة طبعا الخضروات اللي بتكون فيها بتكون سبايسي بتكون يعني متبالة فيها التوابل رقم ستة الضمير اللي هو تحته خط اللي هو ات بيشير الى ايه طبعا احنا بنقرأ الفقرة قلنا ان الضمير ده بيشير الى فلافل ولا ساموسة ولا سفنج ولا روجاك طبعا بيشير الى روجاك لالوجبة الاخيرة معنا كده في الفقرة اللي احنا قرأناها بيقول هنا السؤال خاص بالاخطيرات رقم واحد يجب ان تأكل لازم ان انت تأكل ايه الطعام من تناول يعني الطعام الايه الطعام اللي هو الطعام الصحي بيقول هنا نصيحة يعني كده ان انت تأكل طعام صحي لكي تحصل على ايه اللي انت محتاج لها بنأكل طعام صحي عشان نحصل على ايه وجسمنا محتاج له طبعا عشان نحصل على انيرجي نحصل على الطاقة اللي احنا او اللي جسمنا محتاج لها انيرجي اللي هي الطاقة رقم اتنين من يعني كتير من الناس بيكون عندها ايه تجاه نت اتجاه المكسرات عشان كده يعني لا يجب انهم يكلوا اي من هذه المكسرات يبقى بيكون لديهم حساسية من المكسرات يبقى يعني بيكون عندهم ايه او لديهم حساسية يعني لديه ايه لديه حساسية رقم ثلاثة وي كوب حواوشي انذا بنطبخ الحواوشي في الفردش في التلاجة او من الفرن مكسر ولا هتر في الخلاط او السخان طبعا اما بيكون في حواوشي احنا بنعمله بنسويه فين في the oven في الفرن رقم اربعة في وفير بورد لو انت تشعر بان انت ايه او تحس كده ان انت بورد يعني شعر بي الملل لو تحس كده ان انت شعر بالملل try not some drawing to relax حاول كده ان انت تقوم ببعض الرسم يعني ترسم كده عشان ايه بقى الرسم بيخلينا relax relax يعني يسترخي او يستريح لكي تسترخي او لكي تستريح عندي هنا drawing الرسم بيجي معها الفعل do يبقى try doing some drawing حاول انت تقوم بي او تقدي بعض من ال a الرسم to relax لكي تسترخي او تستريح بعد كده جيب هنا صفحة 89 والسقر رقم خمسة بيقول هنا we eat with a knife and not عايز اقول يعني احنا بنأكل بيه الشوكة والنائف اللي هي السكينة يبقى بنأكل بالشوكة والسكينة يبقى with a knife and a fork اللي هي الشوكة ناكل بيه الشوكة والسكينة رقم ستة i really like انا بحب ايه fruits الفاكهة اللي بحب الفاكهة اللي هي الفراولة زي كده ايه السمار الفراولة and peaches peaches اللي هو الخوخ زي الفراولة والخوخ دي فاكهة ايه salty مالحة جوسي عصيرية يعني طرية كده وفيها عصير كده من الداخل spicy متابلة hungry gaya او جوان طبعا فاكهة عصيرية او فيها عصير من الداخل يبقى هنا انا بحب جوسي fruits الفاكهة العصيرية زي زي الفراولة والخوخ اي اولوز ايد انا دايما بأكل نقط فود الطعام ايه that's why يعني لهذا السبب اي هاف لطس اوف انرجي انا باخد كتير ايه او بحصل على كتير من الطاقة يبقى انا بأكل طعم ايه بيمديني بكتير من الطاقة يبقى اي اولوز ايد انا دايما ايد يعني اأكل delicious food طعم لذيز بيديني طاقة ولا unhealthy food طعم غير صحيح ولا healthy طبعا بأكل طعم ايه طعم healthy طعم صحي عشان كده بيمد جسمي بالطاقة اللي هو محتاج لها رقم 8 نقط عايز اقوله هنا لا تطعم ايه birds لا تطعم الطيور I have already done انا بالفعل عملت كده بعد don't لانهي الشخص اللي قدامي او تعليمات بعدم فعل شيء باجيب ايه don't زائد المصدر بتاع الفعل يبقى don't feed feed يعني يطعم لا تطعم الايه لا تطعم الطيور رقم 9 she not playing tennis عايز اقوله هي بتحب لعب التنس اللي بيجي لبعدها الفيرب والing ده اللي هو ايه بقى طبعا الفيرب like يعني يحب بعد كده يجيب لي likes to بعدها المصدر would like عايز اطور المصدر would like to عايز المصدر يبقى هنا اللي بيجي لبعدها الفعل وهو like عايز بعدها ver i in g رقم 10 كريم always eats كريم دايما بيأكل نقط olives with his salad olives اللي هو الايه اللي هو الزيتون مع السلطة but not too many لكن مش كتير ما بيأكلش زيتون كتير مع الايه مع السلطة يبقى هنا هنقول ايه olives الزيتون تمام عندي هنا هيقول some بعض من الزيتون ولا مني هيكل كتير من الزيتون ده هو بيقول لي هنا not too many مش كتير يبقى ما يفعش مني little الزيتون من الاسماء التي تعد يبقى little ما يفعش لان little قليل من مع الكمية مش او مع الاسماء التي لا تعد allot عايز of تمام يبقى هنا يقول ما بيأكلش كتير يبقى بيأكل بعض من الزيتون وهي كلمة some كريم يأكل بعض من الزيتون وده بيأكل يعني مش كمية كتيرة او ما بيأكلش عدد كبير منه not too many مش كتير بعد كده اصحيح الخطأ don't add butter for too long يعني ما تسخنش كده لا تسخن اللي هي الزبدة ما تسخنش كده الزبدة لوقت طويل don't لازم بيجي بعدها الفعل في المصدر المصدر من هيت سهحزف الاس وهتيبقى هيت هيت فقط ده المصدر بتاعي يعني يسخن رقم اتنين there are نقطة rocks on the side of the road يوجد ايه يوجد بعض من الايه من rocks اللي هي الصخور on the side of على جانب الايه على جانب الايه the road على جانب الطريق انا عندي هنا الجملة بتاعتي مسبتة مع الجملة المسبتة ما ينفعش استخدم ايه لكن ينفع ان انا استخدم ايه استخدم مع الجملة المسبتة يبقى some rocks بعض الصخور رقم you don't eat انت لا تأكل نقطة fruit يعني فكهة you should eat some more يعني لازم انت تاكل فكهة اكتر يعني انت متاكلش كده فكهة كفاية انت المفروض ان انت تاكل فكهة اكتر يبقى هنا عايزين نقول كافي او كفاية وهي كلمات enough يبقى enough fruit يعني يعني فكهة بشكل ايه بشكل كافي ما بتاكلش يعني قدر كافي من الفكهة لازم بتاكل اكتر رقم اربعة بيقول i can wait for them wait يعني انتظر انا لا استطيع ان انتظرهم i haven't got انا ما عنديش نقطة انا ما عنديش وقت كفاية مش هنتظرهم يبقى بعد كده اجيب لي هنا time و enough المفروض اصلا enough الاول بعدها الاسم يبقى time enough enough طيب يعني وقت ايه وقت كافي عايزني هنا اكتب عن ايه fast food اكتب عن الطعام الايه الطعام السريع اكتب